السلام عليكم ورحمة الله. اذا في هذا الشرح الجديد سنتعرف على امر اخر من اوامر الويندوز وهو الامر سي دي. والسي دي هو اختصار كما يمكن طبعا ان نفهم من الاسم فهو يمكنك من الانتقال الى مجلدات اخرى او الى اي مجلد تريد داخل النظام. اذا كالعادة سنقوم بالنقل على زر الويندوز ثم ار وكتابة سيم دي ثم اندر حتى نقوم بالدخول الى السيم دي. يعني نريد الدخول او استخدام هذا الامر ال سي دي. اذا يجب ان نحدد مسبقا اين نريد الدخول. يمكن ان نبدأ مع ديايار على الشكل وحتى يعني نقوم بعرض محتوى المجلد الحالي مجلد المستخدم. اذا اللي دي هنا مثلا مجموعة من المجلدات سأجرب مثلا الدخول الى مجلد البكتر على هذا الشكل. اذا طريقة استخدام الامر كتابة سي دي ثم مسافة واسم المجلد الذي دريد الدخول اليها على هذا الشكل. اذا سي دي بكترز. والان نحن دخلنا الى مجلد البكترز. يمكننا مرة اخرى كتابة ديايار على هذا الشكل وسنلاحظ ان محتوى البكترز في مثلا هذين المجلدين. نريد مثلا الرجوع الى المجلد السابق. كيف يمكننا القيام هذا الامر? لا تحتاج طبعا الى كتابة المسارع الكامل. يكفي ان تقوم بكتابة سي دي ثم نقطتين على هذا الشكل. ويمكنك بهذه الطريقة الاعودة الى المجلد السابق. اذا ديايار وطبعا عودنا الى المجلد السابق. طبعا الامر السي دي هو من الاوامر المتشابهة في اللينوكس. يمكنك استخدام سي دي في الويندوز وبنفس الطريقة يمكنك استخدامه في اللينوكس. اذا فقط نقوم بتجربة ومقارنة بسيطة جدا من باب المعرفة. اذا سنقوم بتشغيل اللينوكس وتحديدا توزيعة اوبونتو على هذا الشكل. اذا سنقوم بتقسيم الشاشة. هنا لديها وهنا ويندوز. اذا سنقوم بكتابة حتى يعني اقوم بعرض محتوى المجلد الحالي. وطبعا الاس هو من الاختلافات بين لينوكس وويندوز. في عندما نريد معرفة محتوى المجلد في لينوكس نستخدم وعندما نريد معرفة محتوى المجلد في ويندوز نستخدم طبعا ديايار. اذا نريد استخدام سي دي. اذا سي دي نفس الطريقة في لينوكس ونفسها هي في الويندوز. اذا سي دي ثم اسم المجلد الذي نريد الدخول له. اذا مثلا ثم انتر والان يعني انا في مجلد كما يمكن ان نلاحظ. بنفس الطريقة يمكن يعني العودة لكن الفرق بسيط هو انه عندما تريد العودة الى المجلد السابق واستخدام سي دي. يجب ان تقوم بكتابة مسافة لانه لم تقوم كتابة مسافة لن يشغل الامر. سنجرب مثلا اذا بدون مسافة لن يشغل. اذا يجب دائما في لينوكس حسرا ان تقوم بكتابة مسافة ثم نقطتين حتى تستخدم او تعود الى المجلد السابق. اما في اما في الويندوز فلا مشكل يمكنك مثلا كتابة اه سي دي ونقطتين يعني متلاسقتين او مسافة ثم نقطتين يعني تعمل في كلتا الحالتين. وكما هو العادة كمجرة العادة يمكنك دائما العودة الى اذن كما العادة يمكنك دائما العودة الى الموقع الرسمي للويندوز وتعرف اكتر على يعني اوامر الويندوز وكيف يمكنك استخدامها بشكل افضل وطبعا التعرف على طريقة الكتابة والتعرف ايضا على التي يمكنك استخدامها مع اوامر الويندوز. اذا كان هذا الشرح شكرا لكم.